نأخذ السؤال الآخر مشاهدين الكرام على خدمة الواتساب نتابق ليه أخت تعدت الستين لها حساب على الفيسبوك ولها أصدقاء من كافة البلدان العربية من رجال ونساء عندما يزور مصر أي من هؤلاء الأصدقاء سواء الرجال أم نساء تذهب لمقابلتهم هي وصديقة لها بدعوة ترحيب بهم وإظهار كرم ضيافة المصريين عندما أخبرتها أنه شرع لا يصح لها مقابلة الرجال تثور وتقول أنها لا تفعل شيء خطأ ياريت الرأي الشرع الصائب في هذا الموضوع لا الأمر يعتمد على ماذا تفعل بتقول هي وصديقة ليها يعني معنا ما فيش خلوة هل تذهب إذا كان الأمر في إطار أمر مباح فيعتمد على هذا المباح بضوابط إنما ما تبقاش الوحدة قاعدة كل وظيفتها كل يوم تتعرف على هذا وذاك بلا داعي يعني بلا ضرورة فما أدرش أحكم عن الحالة بالشكل اللي قالت الأخت دي إنما الأمر يرتبب بإطار أي التواصل أو اللقاء إذا كان في لقاء ويعتمد على شيء في إطاره الصحيح وفي ضوابطه الصحيح فما أدرش حد يمنعه واقع إذا تطرق إلى أي شيء في احتمالية الخطأ أو الشبهة أو الإثارة أو عدم الإباحة يحرم في هذه الحالة تمام جزاكم الله خيرا